ما بين الإحصاءات والأرقام بتاعة قناة السويس وما بين مصر فرنسا ومصر ألمانيا وما بين ما يحدث في العالم في أوكرانيا لنا أحاديث إن شاء الله تطول وتستوعبها الحلقة بس خليه هبدأ بقناة السويس ليه؟ على مسألة الكلام اللي يمكن كنت قاعد بنتكلم فيه أنا وزمالي وحضراتكم على مدار الأسبوع اللي فات واللي قابله على متانة وقوة الاقتصاد المصري ودي حاجة مهمة جدا متانة وقوة الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري فعلا اقتصاد متين وفعلا كل شوية إنت وإنت بتراجع الحقيقة والأرقام تتأكد من ذلك في النوع ده من التحليلات لا يجب أن يكون التحليل عاطفي ولا على الهوى ولا ينفع يبقى التحليل علشان أنا عايز كده فيش كلام من ده التحليل في هذه الحال بيبقى أرقام وحقيقة وما إلى ذلك يعني هتلاقي العيال بتاعة الإخوان قاتلهم الله نفر نفر على رأي المسرحية طولة تيجي مثلا يجي لك على حتة بتاعتك سؤالك قناة السويس إيه؟ عملت إيه قناة السويس؟ ولما حفرت بتعبره التفريع الترع الزغنطة حصل إيه؟ جماعة التجارة العالمية ما بقوش خلاص ملتفتين لقناة السويس أصبح هناك مسارات أخرى وممرات تجارية أهم وأسرع وأرخص وأفضل وأقوى كل ده كلاموزيا كلام مية البطيخ ملهاش طعم خالص ليه؟ عشان الحقيقة والأرقام يعني على سبيل المثال في 2020 قناة السويس عملت كام؟ بالفلوس بالدولارات عملت خمسة وستة من عشر بالمناسبة احنا هننشر لحضرتك كل ما هو متعلق هنشر قدامك كده هتشوف كل ما هو متعلق بقناة السويس عشان تبقى شايف وتراجع كل هذه الأرقام وإذا حبيت أنك تحققها من مصادر أخرى دولية وعالمية أرجوك اعمل كده هبقى سعيد جدا